بسم الله الرحمن الرحيم لقائي اليوم مع السيد رئيس الجمهورية كان لقاءا يعني تطرقنا فيه لكل القضايا التي تهم الوطن قضايا اجتماعية قضايا اقتصادية قضايا سياسية وكانت يعني صراحة مطلقة ومريحة كذلك بالنسبة لكل هذه المواضيع في الرئيس يعني قدم كل تصوراته لكل المشاكل المطروحة والافاق المستقبلية وجدد كذلك على ان المشروع الذي يحمله هو مشروع طموح يحتاج الى دعم ويحتاج الى مساندة ويحتاج الى يعني تقديمه كما هو للرأي العام نعم سيد رئيس الجمهورية يعي جيدا بالعرقيل الموجودة يعني على مستوى مستويات المحلية في تطبيق هذا البرنامج وبعض المشاكل التي يعاني منها المواطن حتى الجانب الاجتماعي وربما بعد الغلاء الذي مسى المواطن خلال هذه المدة الاخيرة حتى وإن كانت هذه الظاهرة الظاهرة تقريبا عالمية لأسباب يعني معروفة كذلك بدوري تطرقت لكل النقاط التي رأيت أن أفيد بها سواء في الجانب يعني الاقتصادي الجانب الاجتماعي كذلك القضية يعني قضية الفلاحة ركزت عليها يعني بقوة وعطيت وجهة النظري في كيفية إعطاء الدفع قوي لأن الفلاحة يجب أن تكون قطاع استراتيجي من القطاعات استراتيجية الأولى للدولة الجزائرية لأنها هي الضامن للاستقرار والضامن لاستتباب الأمن يعني في جميع الظروف ونحن نعرف الآن مثلا في أزمة موجودة بين دولتين فقط تقريبا العالم يشتكي ومتخوف من المجاعة في المستقبل كذلك تتركنا لنقاط يعني تمس جهات معين وكانت يعني تصور الذي قدمته للسيد الرئيس الجمهورية تفهمه تكلمنا كذلك عن المستقبل كيفية يمكن تنظيم يعني المجتمع السياسي والمجتمع المدني في نظري وحسب يعني قناعتي أنه كان لقاء مثمر جدا ولقاءنا اليوم مع السيد الرئيس تكون له إيجابيات يعني مستقبلية وقريبة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر